اشتركوا في القناة موسيقى وبعد الوصول الى قلعة الشرطة ادى حرس الشرف التحية ثم توجه معالي وزير الداخلية ومعالي اللواء محمود توفيق الى قاعة الاجتماعات حيث القى معالي وزير الداخلية كلمة اعربة في مستهلها عن ترحيبه بالزيارة الاخوية لمعالي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق الى مملكة البحرين مؤكدا انها محل تقدير واعتزاز وستسهم بلا شك في تعزيز قوة الترابط الامني في اطار ما ينعم به البلدان الشقيقان من عمق العلاقات الاخوية الراسخة في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه واخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة مقدرين على الدوام المواقف الاصيلة لجمهورية مصر العربية الشقيقة المؤيدة والداعمة لمملكة البحرين واشهد معالي الوزير بالتعاون وتنسيق الامني المتميز بين البلدين والذي يشهد تطورا ملموسا في مختلف المجالات خاصة مع اجتماعات اللجنة الامنية المشتركة مشيرا الى ان الامن بشكل عام يواجه تحديات حديثة منها سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهجمات السبرانية والطائرات المسيرة درون والاستخدام غير القانوني لبعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي مقترحا معالي تشكيل فريق عمل مشترك لتحليل المخاطر والتهديدات الحديثة التي يعاني منها الامن بشكل عام والامن العربي بشكل خاص واعرب معالي الوزير في ختام كلمته عن تمنياته لمعالي وزير الداخلية المصري والوفد المرافق بزيارة ناجحة تصهم في تعزيز افاق التعاون الامني في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة في الحفاظ على الامن والاستقرار وتوحيد المواقف في مواجهة التحديات الامنية الراهنة والمستقبلية متمنيا للاجتماع المشترك التوفيق والسداد في خدمة مصالح البلدين الشقيقين من جهته اكد معالي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية الشقيقة على عمق اواصر التعاون التي تجمع البلدين الشقيقين مشيرا الى ان زيارته الى مملكة البحرين تأتي في اطار العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسؤولي البلدين واكد معالي على حرص وزارة الداخلية المصرية الدائم على مد جسور التواصل مع وزارات الداخلية والاجهزة الامنية بالدول العربية الشقيقة معربا عن ترحيبه بالعمل على تعزيز آليات التكامل وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والبحريني انطلاقا من الايمان الكامل باهمية دعم رسالة الامن والاستقرار في الدول العربية بعدها بدأت المباحثات بين الجانبين البحريني والمصري والتي تضمنت مناقشة عدد من الموضوعات الامنية المهمة بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في مجال العمل الامني والبناء على ما تم تحقيقه في مسيرة التعاون الامني بهدف الارتقاء بالأداء لمواجهة التحديات الامنية والمتغيرات المتسارعة على الساحتين الاقليمية والدولية كما تناولت المباحثات عددا من الموضوعات بالتعاون المشترك من بينها حماية الطفل في الفضاء الالكتروني حيث تم استعراض دراسة علمية تتعلق بالسبل الكفيلة بكيفية ضبط الفضاء الالكتروني لحماية الأطفال من الأفكار غير السوية انطلاقا من حرص الجانبين على توفير حماية كاملة للطفل في الفضاء الالكتروني وتقرر إحالة الموضوع لمزيد من البحث قلال اجتماعات اللجنة الامنية المشتركة بين وزارتي الداخلية في البلدين كما شاملت المباحثات التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية مكاتب حماية الأسرة العقوبات البديلة والسجون المفتوحة شرطة خدمة المجتمع التحريات المالية المختبر الجنائي مكافحة المخدرات والاتجار بالأشخاص والجريمة المنظمة وتعزيز الأمن السبراني والتحول الالكتروني في الخدمات الشرطية اشتركوا في القناة